وفي نفس العام 1926 شهدت جلسة 9 يوليا أول تفكير في إنشاء حمام سباحة بالأهلي وجيف محضر الجلسة عرض حضرة عبد الملك حمزة بكت مسألة مشروع إنشاء حوض للسباحة بالنادي وقال بأن بعض المصادر العليا يفكر في مساعدة النادي ويطلب مقياسة ورسم الحوض وتكليف بنائه فتقرر تكليف حضرة علي لبيب جبر بعمل ذلك في ظرف أسبوع من تاريخه ده كان أول اقتراح لإنشاء حمام سباحة في تاريخ النادي الأهلي لكن لما تعملت مقايسة تكليف بناء حمام السباحة كانت عالية جدا فوق أي مساعدة متوقعة فتأجل المشروع لفترة يمكن سبعتاشر سنة لغاية لما دخل حلم إنشاء حمام السباحة حيز التنفيذ زي ما حنعرف بعد كده المهم كان بيدرب فريق كرة القدم موسم 1925 و1926 مدرب أجنبي وكان أول مدرب أجنبي في تاريخ الأهلي الصحف ما ذكرتش يا طرى المدرب ده جي من خارج مصر ولا كان من المقيمين فيها المدرب ساب الأهلي في نهاية الموسم يا طرى الأهلي عمله